اشتركوا في القناة وبدهم كل برج لحال فحبينا نعمل لكم كل برج وكل طالع لحال فاللي حاب يسمع طالعه او برج اخر موجودة كل الابراج نزلت على القناة الان تقدر ترجع لها تسمعها وتقارن ما بين توقعات برجك وما بين توقعات طالعك تدمجهم مع بعض بتطلع انت بتوقعات الفترة القادمة اللي بتناسبك انت كشخص خاص فيك طبعا بما ان القمر رح يكون في بداية الفترة هاي من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت رح يكون موجود في الجوزاء فالفترة هاي بتكون داعملة اليك بقوة وبرضو بجراءة فالفترة هاي اللي بيتقدم لامتحان جامعي او عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد بسبب الكسوف وبسبب تراجع وطارد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج او من جهة غريبة حاول تسهيل امورك بتهتم بثقافة مختلفة الامر اللي بيشجعك على الانضمام الى نادي او جمعية في منك رح ينشط باوراق او معاملات قانونية او الها علاقة بالسفر من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين بكون القمر موجود بالسرطان عشان هيك بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع او الدفاع عن مصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف او بيتعاون معاك اهم شي انك ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح قلق وتوتر رح يكون خلال هاي الفترة من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالاسد فهاي الفترة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء فيها منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى الامور السياسية بتعرف في الفترة هاي لقاء داعم لإلك او لقاءات داعم لإلك اهم يش انك ما تماطل بل حاول انك تتشجع على العمل الجماعي من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت بصير القمر موجود بالعذراء ببيت متاعبكم فالفترة هاي بتكون ديروا بالكو بشكل كبير لانها فترة سلبية بتتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر عليكم التعب الشديد حاول انك انت يعني تاخد قصد كافي من الراحة ممكن تفكر في الغاء الموعيد والابتعاد عن الاضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للامل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء